السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف الحال يا شباب أهتم فيكم نتالي جديد من تيك أكت اليوم فيها ننظرها لوحة Z390 المنصة الجديدة من إنتل اللي هي رح تدعم معايجات الجيل التاسع طبعا في عنا هون معايجة جيل التاسع 9700K طبعا معايجة كتير قوي رح يكون أداءه كتير حلو رح تشوفو إن شاء الله بالمراجعة الشاملة في تاريخ 18 عشرة إن شاء الله ساعة 5 بالعصر طبعا هاي اللوحة هي الرو جي ماكسيموس XI hero واي فاي طبعا اللوحة كتير حلوة لأنه سعره كتير متوسط ومناسب وبنسب الوقت فيها ميزات خرافية غير إنهم فيها ميزات مخصصة بس لكس السرعة الاحترافي وطبعا فيها خاصية الواي فاي اللي دائما خاصية مطلوبة في اللوحات فخلونا هلا ننتقل لحتى نعمل انبوكسنج لهاللوحة وكمان نركب هال المعايج جواته لحتى نعمل له تستينج إن شاء الله في المستقبل ونورجيكم أداء هاللوحة المعايج تاريخ 18 عشرة مرة ثانية فهي علبة اللوحة نبدأ بالفتح لاي عنا أول شي بتستقبلنا اللوحة الأساسية خلونا نشيلها نحطها على الجنب ونشوف أول شي شو بيجي مع العلبة نفسها ونشوف أول شي شو بيجي مع العلبة نفسها طبعا في عنا استيكرات هالي استيكرات كتير حلوة لأنه حتى في منها خاصة بالكابل منجمنت إذا أنت حابب تعلم الكابلات الخاصة فيك غير إنه في مثلا لزقات للمراوح إذا أنت بدأك تركب على المراوح الخاصة فيك في عنا كمان أوفر من كابل مود 20% وبعد ذلك في عنا رسالة ترحيبية أو شكر لأن اشتريتها اللوحة وآخر شي في عنا الكتيب صراحة ألوان الأوروجي دائما حلوة في عنا كمان هون الأطعال بتحطها تحت الكاسة طبعا هاي بتساعد لحتى ما تخلي السوائل اللي بتجي من الكاسة تنزل على الطاولة وتحميها بعد ذلك في عنا إكسسوارات أول شي خلونا نطلع عليه صار في عنا كابل ساتا بس كما شايفين وأما عن الطرف الثاني ففي عنا وبعد ذلك في عنا وصلة الـ SLI طبعا هاي الوصلة هي الأديمة الـ High Bandwidth Bridge هي مناسبة للكروت 1080Ti وتحت لكن ما رح تشتغل مع كروت الـ RTX لأنه بتستخدم حاليا تقنية MV-Link اللي هي أضعاف سرعة هالوصلة بعد ذلك في عنا كمان رايزر خاص بوصلات الكيس اللي بتتوصل على المotherبورد يعني إذا بدك توصل الـ Power و الـ LEDs و الهاردس و كل هذه الوصلات بتوصلنا أول شي عن هذه الوصلة وبعد ذلك بتركيب هذه الوصلة على المotherبورد وهذا الشي بيسهل عليك كتير تركيب الجهاز الخاص فيك كمان في عنا الأنتناز في عنا الأنتناز في عنا الأنتناز البلوتوث و الأنتناز الواي فاي طبعا الواي فاي به المotherبورد قوي جدا في عنا كمان كابل اكستنشن خاص بالـ RGB وهذا الشي حلو كتير لأنه بالعادة مثلا لما توصل الـ Strip أو الشريط الخاص بالـ RGB بيكون بعيدة كتير عن مكان المotherبورد فإذاك تحتاج مثلا هذا لحتى تعمل كابل منجمة بسهولة غير أنه كمان في عندك أشياء تانية بتحتاج الـ RGB وبتحتاج وصف اكستنشن هذا وبس هذا كل شي بالنسبة للـ Accessories اللي بتجي مع المotherبورد خلونا هلا نطلع على المotherبورد نفسه متل ما شايفين هاي هي المotherبورد أمامكم خلونا نشيله هاي المotherبورد أمامكم صراحة تصميمه مختلف وتصميم جديد كتير حلو خلونا أول شي نركب معالجة 9700K وبعدين نبدأ نطلع نظرة على مواصفات هذا المotherبورد طبعا هذا الشي رح أعمله لحتى أحمي السوكت لأنه كوفير السوكت ما أجم مع العلبة لا أعرف ليش فخلونا نحطه وهيك المotherبورد جاهز لحتى نعمل تستينج بعدين المعالج سوف أركب الرامو وكل شي واركبها بجهازي خلونا نطلع على تصميم اللوحة في عندك كل هالأجزاء الـ I-O Shield الـ Shield اللي هون بلاستيكي في عندنا هون كمان لمسة بالحديد وصراحة شكله كتير حلو الخطوط هاي كتير حلوة الخطوط الجديدة صراحة بالمotherبورد عموما كتير حلوة وتصميم المotherبورد أنا عجبني واللون الأسود واللون الفضي كمان رونقوه كتير حلو ويمكن يطلع عمامكم بالكاميرا شوي لونه مثل اللون الأخضر وهذا الشي بسببه انعكاس لون الكنزة على اللوحة لانه فيه كتير أشياء عاكسة لانه مصنوع من الحديد مثل ما حكينا خلونا أول شي نتكلم عن السوكت السوكت هي 1151 نفسه يستخدمه بالZ370 ونفسه Z270 وZ170 لكن طبعا هاللوحة بس متوافقة مع مع معالجات الجيل الثامن والجيل التاسر وطبعا بالنسبة للPower Delivery المتوفرة لها السوكت صراحة كتير قوية في عنا كمية VRM رائعة جدا في عنا 10 هون Power Faces في عنا كمان هيتسينك اللي هون صراحة حجمة كتير كبير وكافية جدا لانه تبرد الPower Faces المتوفرة هون عنا طبعا بالنسبة للPower Delivery كمان في عنا وصلتين هون بدل وصلة واحدة في عنا وصلت 4Pin ووصلت 8Pin وطبعا هالوصلة تعتبر قوية جدا وكافية لانه تساعدنا بكسو السرعة الخاص بهذا المعالج وخاصة طبعا هالمعايش هو تمنوا فهذا الشي بيعني انه لحتى تقدر تكسر سرعته انتق بحاجة لطاقة كافية جدا وقوية ومستقرة وهذا الشي طبعا بوسطة الPower Delivery كمان VRM اللي بتقدر تساعدك لحتى تكسر سرعته بالنسبة للوصلات الثانية اول شي نتكلم عن وصلات الرام في عنا 4 وصلات كالعادة وطبعا بالمنتصف بتلاو انه فيه كمان اطع حديدية بتساعد من ثبتها وتخاليها قوية طبعا الدعم هون في عنا DDR4 بتوصل سرعات 4400 ميجا هرتز اتحسنت على المرات الماضية هي كانت حوالي 4200-4000 وغير هايك في عنا وصلات PCI الخاصة بكروت الشاشة طبعا هي بتدعم SLI او بتدعم 3-way وفي عندك كمان Crossfire لحتى اربع كروت شاشة بس هون ما فيه غير ثلاث وصلات في ذلك ثلاث كروت شاشة واول وصلتين مثل ما شايفين مدعمين بالحديد وهن اول وصلتين هن المختصين الموصولين بالCPU هلن يفضل انك توصل عليهم كروت الشاشة وطبعا لما توصل كرت شاشة واحد على اول وصلة رح يكون بسرعة X16 لكن لما توصل الكرتين رح يكونوا بسرعة X8 وذا وصلت كرت ثالث هذا رح يكون بسرعة X4 وطبعا السبب هو انه هالوصلة رايحة للchipset والchipset بتتشارك الbandwidth او البيانات مع وصلة M2 هاي في ذلك انت رح تضطر انه ما تركب M2 اذا بدك تركب كرت شاشة هون او العكس ما تركب كرت شاشة اذا بدك تركب M2 هون وبالحكي عن M2 في عنا وصلتين M2 بتروح لX4 وطبعا تعطيك سرعات عالية جدا وفي عندك كمان الheatsync اللي صراحة تنتصميمه كتير حدو على الوصلتين واللي هي بتساعد في تبريد M2 بالنسبة لوصلات PCI X1 في عنا ثلاثة لح تتركب اطع الواي فاي او اطع تانية ممكن تركبها هون ونتكلم عن الوصلات الصغيرة في عنا ست وصلات SATA في عنا وصلات كتير للمراوح ثلاثة وصلت هون وصلة هون وصلتين كمان من هذا الطرف في وصلة وصلتين في المنتصف اظن في وصلة فهذا الشي رح يعتبر كافي جدا لتوصل كمية مراوح كبيرة على هاللوحة وفهم في عنا كمان الkey code رح يساعدك بانك تعرف على ال error اللي صار عندك لما ما اشتغلت اللوحة في عنا كمان ال start وكبست ال reset اللي هنا رح يساعدوك في كس سرع اذا انت ما بدك تحط هاللوحة جواد كيس وطبعا لما انت تعمل كس سرع بالل انتو بالنيتروجين رح تحتاج هاد الشي لحتى تقدر تعمل كس سرع وتعمل ريست بسهولة في عنا كمان هون عيس سار وصلت USB type C امامية مناسبة للكيسات تدعم هاد الشي وهذا ينقلة حلوة كتير وان شاء الله نشوفها في كل اللوحات كمان في عندك وصلت USB 2 وصلت USB 3 مناسبة لها اشياء وصلت ال RGB كمان حلوة في عندك وصلتين فوق عيس سار واحدة منه ال addressable وكمان في عندك وصلتين تحت واحدة منه ال addressable هون كمان في عندنا خاصية memory اكي طبعا هي بتعمل تستنج للميموري او الرامات لما تعمل كس سرع يدوي طبعا بتفعالها هون وبعدين تقدر تعمل تستنج ولو بدك تعمل ريست و تستنج مرة ثانية تكبس للكبسة هاي فهذا الشي بسرع كتير عملية كس سرع خاصة بالرامات فعموما يعني مواصفات كس سرع الموجودة هون رح نتكلم كمان عن كبستين هون خاصة بال Flashback BIOS وتعمل ريست للBIOS كمان رح يساعدوك كتير في كس سرع لما تعمل ريست للBIOS بسرع بهالطريقة بدل ما انك تروح للBIOS جوة بعدين تعمل ريست كل هالخواص رح تساعدك كتير في انك تدفوش سرعة الرامات و سرعة المعاجلة اعلى شيء وهذا الشي طبعا رح يساعدك اذا انت بدك تعمل فايسايك اكستريم سكور عالي او سكورات في اي مجالات تانية نتكلم كمان عن خصائص الصوت الموجودة في هاللوحة طبعا في عنا Supreme FX تساعدك لحتى تعطي صوت ناقي جدا وفي عنا كمان شيلد خاص بالصوت لحتى يحميه من الالكترستاتيك يعني شارجز الموجودة جو هاللوحة ومن اي ضجيش خاص بالالكترونيات بيصير وطبعا في اذا بتتذكر انت او تستخدم كمبيوتر قديم بتلاقي انه بتسمع مرات خشخشة لما تستخدم الوصلة الخلفية هون فهالخششة مهم كتير انه اللوحة طبعا تقدر تعمل ايزوليشن او تشيلها لحتى تكون تجربة الصوت بافضل شي ممكن نتكلم كمان عن وصلات الخاصة باللوحة من ورا وصلات الاي او اول شي نتكلم عن كبسة البيوس فلاش باك ووصلة اليو اس بي طبعا هم تجيب اليو اس بي فلاش درايف وتحط عليه البيوس الجديد لو بدك تحدث اللوحة بسرعة بدون ما انك تحتاج يكون في سي بيو عن الماثر بورد طبعا في عنا كبسة تانية هي بايوس فلاش او كلير سيموس اللي هي رح تشيل كل الاعدادات القديمة وترجع الاساسية طبعا بتساعدك كتير في كسر سرعة مثل ما حكينا في عنا وصلة بي اس 2 كمان لكسر سرعة نفس الشي الفكرة من هالوصلة انه هي بتساعدك بالوصول البيوس اسرع وبتكون يعني ردة فعله اسرع عن البيوس في عنا كمان وصلة يو اس بي 2 تانية في عنا وصلة ديس بلاي بورت وصلة وكمان في عنا وصلة يو اس بي تايب سي جين 2 طبعا هاي الوصلة مناسبة جدا اذا بدك تشحم موبايلات وتنقل منهم بينهم بسرعة وكمان اذا عندك هالديسكات بتدعم الوصلة او اس اس ديز خارجية كمان مناسبة جدا واي شي تانية يعني بستخدم وصلة الو اس بي تايب سي بسرعات عالية ممكن تستخدمه شاشات وهيك اشيات تانية في عنا كمان ثلاثة وصلات يو اس بي 3.1 جين 2 وصلتين يو اس بي 3 عاديات بسرعات عادية وصلة اثرنت كمان طبعا تقنية الاثرنت جيجابيت قوية وبتساعد في الالعاب واي فاي انتلنس تدعم واي فاي 2.4 او 5 جيجا هرتز وكمان فيه بلوتوث في 5 هذا الشي بيعني انه طبعا سرعة البلوتوث ستكون خرافية وكمان يعني هو الواي فاي اي سي فهو من افضل واي فاي ممكن تحصل عليها بالماثر بورد كمان تحت في عندك وصلات الصوت وحتى وصلة ال اي ار او الليزر اللي بتوصلة لهم ثياتر سيسمز لعالية الاداء و بس هذا كان كل شي صراحة اللوحة بتوفرلك كل ميزات الاساسية انت بتحتاج هذا كسه سرعة غير ميزات التانية مثل وصلات ال PCIe ودعم ال SLI وصلات ال M.2 وكمان وصلات الساتا وكمان عندك وصلات الاي او رائع جدا ويو اس بي تايب سي فتعتبر صراحة اللوحة متكاملة وحلوة كتير ورح تكون ان شاء الله بكرة متوفرة بسعر 800-900 ريال او درهم واكتبوا لي بالكومنتات انت شو رأيكم بهاللوحات هل رح تشتروه هل رح تحثه لمعاليجات الجيل التاسع وترقبوا ان شاء الله المراجعة والاداء الخاص بهالمعاليجات وبهاللوحات بتاريخ 18-10 رح يكون الساعة 5 العصر وهذا كان كل شي بالنسبة لهالفيديو بتمنى ان تعمل لايك وشوهر سبسكرايب وتفعل جلس اللي حتى تجوف في الهاتف اول بأول طبعا تابعوني لمواقع التواصل اجتماعي مثل الانستغرام بننزل بعض الكواليس في بعض الاحيان عن الستوري وهالاشياء وهذا كان كل شي مرة تانية شكرا لكم على المتابعة اماما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة